السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم يا ابطال عاملين ايه اهلا بيكم فيديو كيوان ايه من الفيديوهات اللي بنحبها جدا الحقيقة لانها بتدينا فرصة اكتر نحن نبدأ نتكلم مع بعض نعرف معلومات اكتر من جاست الفيديوهات العلمية بتاعتنا الفيديو بتاع الكيوان ايه بتاع النهاردة مميز جدا 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 لان الاسئلة اللي فيه ممتازة جدا وانا كنت عايزة اجاوب عليها من زمان بالاضافة لكده في اخر الفيديو هنعلن عن الفائزين بالجايفاوي بتاعتنا بتاعت ال 2 مليون خمسة منكم هيكسبوا مجموعة ضخمة جدا من المكملات عشان تبدأ تساعده من شاء الله ما يتمرنه تمرين ابطال انا عارف ان الفيديوه في الغالب بيطول فلو انت بش مهتم بالفيديو كله هتلاقي ان التايملين في اليوتيوب هنا متقسم كل سؤال نفسه عامل ازاي عشان انت هتبدأ تعرف لو سؤال ما يهمكش والحاجة تعرفه ممكن تسكيب على السؤال بعده مثلا ولو عايز تنط على طول الجايفاوي اعمل كده بس تنصحك جدا تشوف الاسئلة الجميلة هنبدأ نرد عليها يلا بينا السلام عليكم معاكم دكتور حازم طاري دكتور علاج طبيعي وصيرتفائي برسنال ترينر من امريكا طبعا حطيت بوست على الكميونيتي تاب اللي بنبدأ نستلم فيها ونستقبل اسئلتكم اسئلة كتير جدا 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 حابب ارد عليها كلها انتوا اكيد عارفين لكن عشان الفيديو ما يتوالش وندي كل سؤال حقه في الاجابة هناخد عدد يسير محدود بين الاسئلة يلا بينا السؤال الاول من ياسر حلواني بيقول ايه رأيك في رياضة الكاليثانيكس وهل تحب ممارساتها او هل تحب ان تمارسها باختصار جدا رياضة الكاليثانيكس عشان هي ضع صعبة شوية في النقط هي بتعتمد بطريقة السيئة انت تبدأ تتمرن بوزن جسمك ودي حاجة ممتزة جدا جدا ورائعة لكن هي مش لكل الناس بالشكل انت تقصدها ياسر مثلا مش كل الناس مطلوب انهمنا تقدر تعمل هيومان فلاج وتعرف تقف على ايد واحدة وتقف على ايدين لو تقصد الرياضة انت تاخدها بالشكل ده كده يمكن كنت في فترة في حياتي بحب ده جدا وكان وقتي ومجهودي يسمح بده لكن دلوقتي انا مش يهمني الموضوع ده جدا بس ده لا يعني انها رياضة ممتازة جدا والتمرين بوزن جسم احنا بنتكلم عنه كتير في القناة وتقدر تعمل فورما محترمة جدا 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 من التمرين بوزن الجسم بس السؤال الجاي من ابراهيم محمود فوزي بيقول لماذا لم تنشر فيديو تمرين في السليم عن المتوازي وهو تمرين، وهل تتدرب متوازي أم لا تمرين المتوازي ده من التمرينات لو هنحط تمرين جانب الاتنين الكلاسيكيين جدا العقلة والضغط هيكون المتوازي يعني ممنذ ونعمة اظافري وانا بعمله على الدسكات في المدرسة بعمل له كتيرا جدا على الكورسى في البيت انا بحب تمريني المتوازي جدا جدا لماذا ما قلتوش في تمرين في السليم لحد دلوقتي عشان انتو ما طالبتوش مني فلو متحمسين لتمرين متوازي في تمرين في السليم نفصصه بقى نعرف زي نعمله صح والدنيا بتاعته كلها اكيد عرفونه تحت في الكومنتات هو بقوة يلا بينادخل السؤال الجاي السؤال الجاي من تي اتش سي بيقول او بتقول ازاي اتفوق في الكليات الطبية لا شك طبعا ان دراست الطب سواء كانت طب بشري طب اسنان طب علاج طبيعي صيدالة كل التخصصات الطبية دي كلها بتاخذ من الانسان وقت طويل او مجهود كبير وطبعا تذاكر بطريقة سمارت طريقة ذكية نات هارد مش طريقة صعبة لان انت لو حاولت تدخل بقى ان هو انا هقطع الكتب كلها صدقني في الكليات الطبية مش هتعمل نتيجة حلوة لازم تكون عارف ازاي تبدأ تذاكر بطريقة ذكية فهقولك او هقولك باختصار جدا عشان تذاكر بطريقة ذكية هي امشي بمبدأ قليل ودائم خير من كثير من قطع ولا تؤجل عمل اليوم الى الغد في نفس الوقت يعني ادي نفسك قدر معين من المذاكرة او الحاجات اللي هتبدأ تذاكرها يعني في اليوم الواحد انت عارف مثلا انت بتعرف تذاكر بمنظوم الساعات او انا هزاكر نهاردة او كل يوم ثلاث ساعات او اربع ساعات او تبقى عمل زي ناس تانية زي انا مثلا بدي تاسك معين انا هزاكر النهاردة الشابتر دوت من المادة دي والشابتر ده من المادة التانية وهكذا فهو المبدأين دول قليل ودائم خير من كثير من قطع ولا تؤجل عمل اليوم الغد ما تحاولش تأجل محاضراتك كتير عشان هتتفاجأ بالكم الضخم اللي موجود في الاخر الحاجة الاخيرة والنقطة المهمة جدا 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 اخر شهر قبل الامتحانات اعتبره معسكر تدريبي زي بتاع العيبة مثلا في الماتشاط اللي هيتقن اخر شهر ده بالاضافة طبعا للشهر بتاع الامتحانات هو اللي هجيب اعلى تقدير ان شاء الله ولكن برضو نصيحة تانية لو انت دماغك في الجامعة او انت عايز تتعين في الجامعة اوكي احرط بقى وذاكر كل حاجة ونصا وقضي كل حاجة في المذاكرة لو ده مش هدفك قوي هتخسر كتير جدا لو اقتصرت في الجامعة ان انت تذاكر بس حاول يكون لك انشطة تانية احفظ قرآن اتعلم فقه اتعلم حاجة انت بتحبها مارس هويتك عشان فعلا تخرج او تخرج من فترة الجامعة بأحسن استفادة ممكنة السؤال الجاي من فارس محمد بيقول انا عندي مشكلة تجنح الكتف انا كنا وضحنا فيديو كامل عن الوينجينج متعليس كابيلا وتجنح لوح الكتف طبعا الفيديو يا جماعة مش بيقول كل حاجة لان المشكلة دي هي مشكلة ثلاثية الابعاة الليها جوانب كترة جدا جدا نسيب لك اللينك بتاع وضع تسكريبشن ممكن ترجعوله وفي الاية هتلاقوها موجودة فوق عشان تعرف بشكل مبدئي علاج مشكلة تجنح لوح الكتف وان شاء الله ممكن اعملكم فيديوهات تانية بتمرينات تانية عن الموضوع بإذن الله والسؤال الجاي من محمد رفعت بيقول بدأت امتى على اليوتيوب عايزين نعرف تفاصيل لما جات في دماغك فكرة اليوتيوب حلو يمكن اتكلمت عن الموضوع دوت في فيديوهات تانية سابقة بس يمكن في ناس علاتنا كبيرة جدا ما شاء الله وجيشنا جامد جدا دلوقتي فاقول لكم شوات تفاصيل عني اكتر انا بدأت على اليوتيوب دلوقتي حوالي اربع سنين وعدة ايام تسعة وشين واحد اللي فات كنا اربع سنين بالزبط يعني اربع سنين وخمساشر يوم حاجة زي كتا والفكرة جات في دماغي لان انا كنت بدرس دراسة شبه نظرية في الوقت ده لان انا مكانش لسه في تطبيق فعلي على الحالات لان احنا عندنا في الكليات التطبيق بوجه عام الامر بينقسم لي بريكلانكل وكلانكل حاجات قبل العينين بندرس المعلومات الاسسية من تشريحي وفيسيولوجي ووووووو وشيات كتير قوي كدة بعدين بقى في السنوات البعد كدة بنبدأ نطبق الكلام دوت على العينين فانا كنت بدرس معلومات كنت حابب يشاركها مع الناس بالاضافة ان انا كنت بطبع ناس على اليوتيوب كتير كنت حابب الكميونيتي او انه يكون ما بيننا الحوار الى احنا بناخدهه تتخيل قد ان تتكلم في حاجة انت بتحبها والناس بتستفيد في الموضوع الجميل جدا فباختصار انا بدأت بالشكل ده على اليوتيوب وعايز ترجع لأول فيديو بدأت على اليوتيوب خالص يا انا هرابيض انا سيقولكو تحت بقية في الدسكريبشن يعني شان تعرف الموضوع كان بدء ازاي وما تتخيلش ان الواحد بوصل لحاجة يعني بين يوم وليلة اربع سنين ده مدة يعني انا حاسسهم اكتر من اربع سنين اصلا بس يعني يا رحلة طويلة جدا 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 فبما انك سألتوا السؤال ده فانت متحمل سنت تبدع اليوتيوب فابدع اليوتيوب شوف حاجة انت بتحبها فعلا وعايز تشارك الناس شغفك في الحاجة دي واستمر استمر استمر هتبقى حاجة من الحاجات الجامدة جدا اللي انت عملتها في حياتك السؤال اللي جاي من مريم ميخايل بتقول هلأ ما بحسش بوجع تاني يوم بعد التمرين يبقى كده ما تمرنتش كويس مش بستفاد مش شرط يا مريم لان الوجع دوت هو مؤشر للدليت قنصة مصر تورنس فالوجع مش شرط يعني انت ممكن تعملي تمرين كويس وتكون بتستفيد منه وما يحصلش الوجع دوت فالاجابة مش شرط والسؤال الجاي بتكرر بصغطين من عدنان عبد الرحمن بيقول كل فترة بتجيني فترة ضغط امتحانات امور تانية فوقف الجيم المهم يعني وزاي قدر حافز على الكتلة العضلية بتاعتي تقصوا الفترة ممكنة لو بطلت التمرين يعني باختصار لو بطلت التمرين ازاي تبدأ تحافز على كتلتك العضلية لما ترجع تاني للتمرين حدنا لحطة هل الدخامة العضلية اللي حصلت لك اصلا او الفورما اللي انت عملتها في التمرين كانت الدخامة حقيقية ولا لا وصلت لاني مرحلة بالزبط ايه الفترة بتاعت انقطاعك عن التمرين عاملة ازاي بس اقول لك باختصار هستحافز على الجينز او النتاج اللي انت حققتها باكتر طريقة ممكنة هي ان انت في فترة الانقطاع عن التمرين في الجم باللوتز العالية او الكبيرة حاول ان انت في الفترة دي حتى لو تقعد في البيت اتمرن بوزن الجسم بس اعمل ضغط وعقلة ومتوازي مثلا فقط في البيت باقية الدوات بسطة جدا ان انت تكون منشطة العضلات بس فتكون متابقى لك اكتر او انها تكون نشطة بشكل عام ده هيساعد بنسبة كبيرة جدا جدا ان انت تحافز على عضلاتك طبعا ممكن نتكلم في سوحاجات مكملات بس مش مجال لها دلوقتي دي احسن طريقة ممكن تحافز بها على عضلاتك السؤال الجاي من باسم هاني بيقول لازم الواحد يتمرن عشان يقلل نسبة دهون جسمه ولا عادي يأكل بس ولا عادي اكل بس وبجد انا بحبها هارات جدا حبيبي رب انا اكرمك بالنسبة لنسبة الدون فهي بتعتمد بالنسبة 100% على الاكل بتاعك التمرين ليس له علاقة بالنسبة الدون اكتر فضلا عن ان التمرين بيحرق سعرات حرية اكتر من الطبيعي يعني واحد بيتمرنش فده بيساعد انه يخص بشكل اسرع يعني هو فيه متخلات وفيه مخرجات المتخلات دي في صورة سعرات حرية من الاكل انت بتاكله والمخرجات في صورة نشاط ومجهود ومعدل حرق وحاجات من ضمنها التمرين فالاكل هو الاساس التمرين بيساعب لكن استيل الاكل هو الاساس سؤالك جاي من زياد طارق بيقول عمرك سفرت برا مصر اه سفرت برا مصر رحت دبي كان يوتيوب كده عزمنا على افتتاح الاسميس بتاعه في دبي فسفرت وكانت سفرية لا بقى سابها يعني السؤالك جاي من عبدالله اس واي بيقول أخوي أنت ليش تعطي 2000 درس عن الضخامة العضلات وعضلاتك عادية جدا جدا يعني للوهلة الأولى ما أفكر إنك بتروح الجيم وبتتمرن أتمنى كن بنتقض بلاجة صحيحة بص يعني أنا عملت فيديو كامل كامل مكمل منذ فترة طويلة جدا بيقول أنا لمش فورما الفيديو بعنوانه كده أنا هرد عليك بالرد اللي عجبني جدا اللي هو كاتبه وبعدين هقول لك رأيي في رد من بني آدم جميل جدا اسمه ماتو جيمور بيقول هو طبيب يا لك طبيعي أنا دراسته كلها عن الموضوع ده ده غير إن اليوتيوب مش غلونته الأساسية يعني وقته كله مسحوم بين شغل وصنانات محتوى هذا ظل رأيي أولا أنا أحيي الراجل ده جدا وبحيي أي حد بيرد على الناس لأن أنا شخصيا مش بيرد على أي كومنتات سلبية أنا الله أعلم بتعليقك دوت أنت عايز تعرف فعلا المعلومة فانها أو اللي هالك أو أن أنت بتنتقد نقد سلبي وخلاص وساعتها يعني ربنا يهديك فباقتصار يا جماعة كل واحد ليه أهدافه في الحياة وكل واحد ليه وقته وكل واحد ليه جدوى الموعيد وكل يعني الموضوع فيه فاكتورز كتير جدا أنا في الوقت الحالي أنا مش بتمرن كتير نظرا لإصابتي بتاكت الكث فممكن فعلا أنا خاسس دلوقتي ويمكن ربنا يكرم وعرف أرجع أتمرن بالشدة اللي كنت بتمرنها في الأول عشان أرجع للفورما اللي كنت فيها بس عايز أقول لك أنا مثلا وصلت الفورما زي كده الشكل اللي انت شايفو دلوقتي ده دي حاجة أنا وصلت لها لفترة من فترات بتمرين يعني ديت التمرين بس جزء من اهتمامي شوية إن أنا أتمرن من أجل أن أنا ضخم عضلاتي ووصلت الحاجة زي كده أنا في الوقت ده أو لو وصلت اللي أنا وصلت له ده تاني أو رجعت له تاني أنا في قمة انبساطي أنا مش حابب أكون بيج رومي ولا حابب أكون بني أدم ضخم التنين المجنح أنا ما يهمنيش الموضوع ده أصلا غير مناسب بنسبالي غير مناسب لنمط حياتي غير مناسب لمشاغلي غير مناسب لوقتي غير مناسب لشغلي هو لا يلائمني بواجع عام طيب أنا حط نفسي مكانك بقى فيه يعني مش عارف حديث شريف أو مقولة مش متذكر بالظبط عشان ما بقاش يعني بقول أي حاجة خلاص بيولك الحكمة ضلت المؤمن أن وجدها فوابها أولى يعني إيه يعني إنت بتدور على المعلومة من إما بتلاقيها وطبعا بتلاقيها من مصدر موثوق يعني إنت ليه بتسمع مني معلومة في العضلات مثلا عشان دكتوري عليك طبيعو درست الموضوع ده باستفاضة في الكلية بالضافة أن أنا من ناسم دي أكاديمي دولية كبيرة جدا جدا في الطب الرياضي بواجع عام نسي سي إيه باعتماد دولي وفي أمريكا يعني اعتماد قوي جدا في التدريب عشان كده بكلمكم في التدريب فأنت دلوقتي عرفت المعلومتين دول عني فأنا من خلال المعلومات دي أهل أن أقول لك المعلومة دي عشان تبقى متأكد من صحيتها طبعا هل ده لا يعني أن أنا ممكن أغلط لا أنا ستيل ممكن أغلط بس ستيل أنت مبدئين عارف أن أنا مصدر موفق للمعلومة أتمنى ذلك يعني والواحد يحاول يتحرق المعلومة قبل ما يقول لك عليها عشان تبقى معلومة صحيحة طيب المعلومة دلوقتي اللي جاية لك دي صحيحة طبقها يعني أنت طبقها أنت راجل عايز تبقى بجرومي أخي استخدم معلومة دي عشان تبقى بجرومي عايز تبقى ضخم جدا في عضباتك تمام عايز تاخدها وتعملش بها أصلا تمام بس انت استفدت إيه لما أخدت من وقتك وقلت لي تعليق زي ده هل ده يمفي من صحيحة المعلومة ما وأي حد ممكن يقرأ يا جماعة الكتب دي موجود عشان نحن نبدأ نقرأ فيها دي كتب موجود عشان نبدأ نقرأ فيها كل ده علم ومعلومات بنقرأ هل إرايتي للكتب دي هتزود من حجم عضلاتي مثلا أكيد لا هل ده معناه ان انا مش بطبق اللي اقولك عليه وكان البني آدم نفع نفسه او الماثل بقى خلينا محترمين يعني وكانه اه انا 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 ملتمس لك عذر على فكرة لكن عايز اقولك ان انا مش شغلنت ان انا كون كابتن ولا شغلنتي ولا طريقتي ولا جايب اقولك مثلا في فيديوهاتي افضل تمرين انت معرفش ايه كتفة في الحياة وجو الجم دي مش طريقتنا ومش توجهنا في القناة انت في مصر الكليك بطريقة أساسية بتاخد علم بتاخد معلومات عشان تفهم انت بتعمل ايه وده هدفنا في الموضوع فانت مستفيد من الموضوع دوت اهلا وسهلا مش مستفيد برضو اهلا وسهلا وانت منورنا في القناة وشكرا على تعليقك وانا اظن فيك الظن الحسن طبعا ما لم يفبط عكس ذلك وتمنى كون الفكرة وضحت لأي حد هتاجد في نفسه حرج ان هو يسأل السؤال ده وشكرا جدا لللي بيرود على الناس بيرود غيبت يعني انا ببسط جدا لما في في التعليقات دي وعلى فكرة انا بقرأ تقريبا عشان بقوش كل التعليقات دي لتشان الموضوع بالنسبة لي زحمة اوي او مشاغل كترة شوية بس بقرأ معظم التعليقات فعل وان كنت ما بعرفش ارود عليها كلها بس انا بقرأ معظم التعليقات بالفعل نوصل لحتة اللي كنا مستنينها بقى توزيع والاعلان عن الجواز وعندنا مفاجأة جمدة جدا فيه خمسة هيكسب وجماعة فيكم مكملات ضخمة جدا تكفيهم 8 ابطال مش بس كده الخمسة دول هيكوا ونوروني في مقار مصر كنيك هنتقابل ونتصور مع بعض مش بس كده كمان نعمل مسابقة ما بين الخمسة في المعلومات العلمية ونشوف فعلا مين متابع مصر كنيك حتى انه خيع عشان نعرف مين متابع اكتر اكتر واحد هيكسب في المسابقة دي او اللي يعرف يجاوب على الاسئلة اللي هتتسائل في المسابقة دي او هيعرف اكتر واحد في الخمسة هيتمرن معي ايوم كامل في الجيم نتمرن مع بعض اصححله الاوضاع الغلط اللي يبدأ اثناء التمرين هنتمرن يوم مع بع بعد كده ايوم لطيف كده اتمنى طبعا الناس اللي كسبت تتواصل معنا في رسالة على صفحتنا على الفيسبوك ويلا بينا نعرف مين كسب يلا بينا نعرف مين الكسب دلوقتي هنجيب هنا الفيسبوك بيج ناخد كوبي لللينك تمام وبعدين ناخده في الموقع بتاعنا ليبدأ يختار كومنت عشوائي هنيجي هنا لو محطين اللينك بتاعنا تمام طبعا هنعمل فلتر اللي هو هنشغل العلامة دي عشان اللي عامل اكتر من الكومنت يتحسب فرصة واحدة بس للسحب وبعدين نشوف جيت كوم اللي موجودة في البوست عشان يبدأ يعرف المتكرر منها ويشيلو وهكزا بعدين هنبدأ نختار حسحب عشوائي تماما دلوقتي ونشوف مين اللي كسب معنا هدلوقتي بيعد عدد تقريبا عدد تقريبا عدد تقريبا حوالي تسعة تلف وخمسمية كومنت حاجة زي كده يعتارها نشوف دلوقتي كام كومنت فيهم مميز مش مش متكرر كتير عشان نعرف مين اللي كسبان ان شاء الله ويكسب ودلوقتي بكده يكون العدد الناس اللي عندنا في الكومنت الف وستمية واربعة آآ كومنت يوني اللي هيكسب يتوصل معنا على الفيسبوك آآ اللي يكون كاتب الاسم والكومنت بالشكل ده كده تمام يللا بنا نعرف ناخد اول فائز معنا ويكون مين 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 حب مالك نصير. الف مبروك واعايز اكسب عشان ازود وزني وشكل جسمي يبقى احلى. ده الكومنت الكاثبان الاول يت إرت يا مالك توصل معنا يللا ناخد تاني فائز معنا. يلا بينا يا ترى مين هيكسب معانا دلوقتي هنعرف مين طيب تاني واحد محمد ابراهيم بيقول الف مبروك على اتنين مليون اخ واخت يا دكتور حازم انت فعلا تستاهل كل خير وقبال عشرة مليون مشترك بازن الله انت ادها طبعا يا دكتور وارب ان شاء الله اكسب عشان هيأثر معاها جدا في جودة التغذية بنسبة ليا وعوض النقص في البروتين وشكرا جدا يا دكتور على الجوة وهدي اللي بتبذله ده فعلا يعني فيه تكملة للكومنت بس مش عارف اقرأه شكرا على تعليقك الجميل يا محمد ياريت تتواصل معانا عشان تاخد هذيتك يالله ناخد الفايز التالت معانا طرح يكون مين 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 هب 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 طيب الفايز محمد بيومي انا بقالي كتير نفس اجيب مكملات بس الحمد لله ظروفي مش سمحة فطبعا الهدايا هتفر معي جدا جدا ولوليا نصيب هكسب طبعا يعني قادر الله ما شاء فعل وقدي كسبت معانا محمد فالف الف مروق يا ريت تتواصل معانا في رسالة على الصفحة عشان تاخد هديتك يلا ناخد الكسبان بعد كده معانا يا طرح هيكسب مين معانا مين 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 هب ماركو كوريم يقول اكتر من شكرا يا دكترا على الفيديوهات خصوصا الجيفاوي مش مهم اه على فيديوهات الرائبة مش مهم الجيفاوي اكتر عشان كنت شبه مش عارف اتحرك منها اتعالج من الرائبة طب الحمد لله برضو الجايزة حلوة خصوصا الكرياتين والبروتين بار والايزو ويعني عايز اقول لك الجايزة اكتر من كده يا رب تستفيد بها يا ماركو وتكون كسبان وتبسط بها وتحقق نتاعيك جمدة جدا يا بطل يلا ناخد اللي جاي بعد كده الكسبان معانا يا طرح مين هيكسب يا ريت الناس تتواصل معانا يا جماعة في رسالة على الفيسبوك عشان يبدأوا يستلموا الجوائز. انا الصلاح بيقول الف مبروك يا دكتور اوعى الشهرة تاخدك مننا بقى اوه انا الشكل حد انا اعرفه الله اعلم طيب الف مبروك يا انس على المكسب في الجيب اوي بس كده عبطال يا رب يكون الكيوان اي عجبكم والجيب اوي عجبتكم ولو عايبك الفيديو طبعا منسناش في اللايك جميل وانا اراكم في فيديو كيوان اي اخر سلام عليكم